اشتركوا في القناة في هذه التمارين تعكس جهود رئاسة الحرس الوطني في اطار دعم المؤسسات الامنية في المملكة لحفظ استقرار الوطني وحماية نهضته وازدهاره في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة القائد الاعلى حفظه الله ورعاه اشهد معاليه بالجهود التي بذلتها قيادات التمرين والمشاركون فيه من وحدات وكتائب الحرس الوطني واكدنا انها تعزز من مستويات الجاهزية والكفاءة العالية في اداء الواجب الوطني ورفع مستويات الدعم والتكامل مع المؤسسات الامنية في المملكة واكد معاليه ان التمرين بمثابة تجربة تقييما واختبار لقدرات الحرس الوطني من خلال اختبار انظمة القيادة والسيطرة في جميع العمليات الدفاعية التي تخدم الخطط المعدة لها اشار معاليه الى ان الحرس الوطني وبتوجيهات من سمو رئيس الحرس الوطني يعقد بشكل متواصل العديد من التمرين التعبوية والقيادية لرفع مستويات التأهب والجاهزية لدى منتسبيه لتلبية النداء الوطني في جميع الظروف ترجمة نانسي قنقر